بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلاً وسهلاً بكم عزائنا طلاب وطالبات الصف الثامن في شرح درس القواعد كادا وأخواتها ولكن أولاً إذا أنت مش مشترك في القناة بتمنى تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان تصلك الفيديوهات أول بأول أيضاً بتمنى تعمل لايك للفيديو وشير لأكبر عدد من أصدقائك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان تستمر القناة وما تتوقف أيضاً إحنا أضفنا وسيلة جديدة لدعم القناة عشان تستمر القناة في تقديم المحتوى المفيد لإلكه وهي الدعم عن طريق موقع الباتريون فأي أحد أحابب يدعم القناة بإمكانه دعمنا عن طريق موقع الباتريون رابط الموقع حتلاقوه موجود في الوصف أسفل الفيديو أيضاً ياريت تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي روابط كلها بتلاقوها في الوصف أيضاً أسفل الفيديو وبتمنى أنكم تتطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيتكم كتير وعشان ما نطولش عليكم خلونا نبدأ الأمثلة أفعال المقاربة كادت الحرب التقليدية تتوارى وراء الحرب الإلكترونية تكاد مواقع التواصل الاجتماعي تسرق وقتنا كله أوشك الصبر على الظلم أن ينفذ توشك الأمة العربية أن تصرخ من الألم أفعال الرجاء عسى التسامح أن يضيء قلوبنا بنور المحبة حرايا فا أن تعود لأحضاننا أفعال الشروع أخذت الشعوب تطالب بحريتها بدأ العلماء يبحثون عن حياة خارج كوكب الأرض نتأمل كما مر بنا في درس سابق أن كان وأخواتها أفعال ناقصة تدخل على الجملة الأسمية فتبقي المبتدأ مرفوعا ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها وذلك بعكس إن إن وأخواتها كانت تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وتبقي الخبر مرفوعا ويسمى خبرها وأيضا علمنا أن خبر كان كان يأتي على صور خبر المبتدأ فإما أن يكون مفرد أو جملة أو شبه جملة سنتعرف الآن مجموعة أخرى من الأفعال الناسخة الناقصة التي تدخل على الجملة الإسمية فتعمل عمل كان أي تبقي المبتدأ مرفوعا ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها ولعلنا نتساءل لماذا لم تدرج مع كان وأخواتها السبب هو أن هذه الأفعال لا يكون خبرها إلا جملة فعلية فعلها مضارع نتأمل الأفعال في المجموعة الأولى كادة وتكاد وأوشك وتوشك نجدها دخلت على جمل اسمية أخبارها جمل فعلية كادت الحرب التقليدية تتوارى وراء الحرب الإلكترونية الفعل كادة اسمه الحرب وخبره الجملة الفعلية تتوارى والفعل تكاد تكاد مواقع التواصل الاجتماعي تسرق وقتنا كله اسمه مواقع وخبره الجملة الفعلية تسرق والفعل أوشك في أوشك الصبر على أن ينفد اسمه الصبر وخبره الجملة الفعلية ينفد والفعل توشك في جملة توشك الأرض العربية أن تصرخ من الألم اسمه الأرض وخبره الجملة الفعلية تسرق إذن جاءت هنا الأفعال كادة ويكاد وأوشك وتوشك دخلت على جمل اسمية أخبارها جمل فعلية فأضقت اسمها مرفوع وجعلت الخبر منصوب وأفادت هذه الأفعال أن الخبر قرب أن يحدث ولكنه لم يتحقق لهذا تسمى أفعال المقاربة ونلاحظ أن هذه الأفعال تأتي في صغتي الماضي والمضارع ونجد أن خبر كادة ويكاد تجرد من دخول أن الناصبة للفعل المضارع بينما دخلت أن على خبر أوشك ويوشك وهذا الغالب في الفعلين إذن أن الناصبة تدخل على خبر أوشك ويوشك في الغالب ولا تدخل على خبر كادة ويكاد والأفعال هذه كادة ويكاد وأوشك ويوشك يسمى أفعال المقاربة لأن الخبر هنا قرب أن يحدث ولكنه لم يتحقق أما في المجموعة الثانية أفعال الرجاء عسى وحرى عسى وحرى فعلان ماضيان ناقصان جامدان من أفعال الرجاء أفاده معنى الرجاء في حصول الخبر فخبر عسى في الجملة عسى التسامح أن يضيء قلوبنا بنور المحبة هو الجملة الفعلية يضيء قلوبنا وخبر حرى في الجملة حرى يافى أن تعود لأحضاننا هو الجملة الفعلية تعود يافى ونلاحظ أن خبر كل منهما دخل عليه حرف النصب أن وهذا هو الغالب في خبر أفعال الرجاء في المجموعة الثالثة نجد الخبر في الجملتين جملة فعلية وكل فعل من الفعلين بدأ وأخذ يحمل معنى الفعل بدأ لذا فهي تفيد معنى الشروع أو البدء في حدوث الخبر لذلك نسميها أفعال الشروع ونلاحظ أن كل منهما لم يدخل عليه الحرف الناصب أن إذن الحرف الناصب أن إذن الحرف الناصب أن يدخل على خبر الفعلين عسى وحرى وأيضا على خبر الفعل أو شكا نستنتج كاد وأخواتها أفعال تدخل على الجملة الإسمية التي خبرها جملة فعلية فتعمل عمل كانا ناقصة أي أنها ترفع الاسم ويسمى اسمها وتجعل الخبر في محل نصب ويكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع وتقسم إلى ثلاثة أنواع أفعال المقاربة كاد وأو شكا كاد مثل كاد المعاق يحقق الفوز الكبير اسم كاد المعاق والجملة الفعلية يحقق الفوز الكبير في محل نصب خبر كاد ويغلب أن لا يقترن يقترن خبرها بأن هذا الغالب الفعل الثاني أو شكا مثل أو شكت الشمس أن تغيب ويغلب أن يقترن خبرها بأن القسم الثاني من كاد وأخواتها أفعال رجاء الفعلان عسى وحرع وهما فعلان ماضيان ناقصان غير متصرفين يردان بصيغة الماضي وحدها ويغلب على في خبرهما أن يقترن بأن مثل عسى التعليم الإلكتروني أن ينتشر حرى الحق أن ينتصر المجموعة الثالثة أفعال الشروع ومنها شرع وبدأ وأخذ وجعل وطفق وهب ولا يجوز أن يقترن خبرها بأن مثل أخذ المعاقون يصلون لأحلامهم نموذجان معربان نعرب الكلمات التي تحتها خطوط فيما يأتي واحد يكاد الطفل يحب يكاد فعل مضارع ناقص مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره الطفل اسم يكاد مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره يحب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقة والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والجملة الفعلية يحب في محل نصب خبر يكاد كما قلنا مسبقا خبر يكاد يأتي فقد جملة فعلية عسى المذنب أن يتوب عسى فعل ماضي ناقص مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره التعذر المذنب اسم عسى مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره أن حرف نصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب يتوب فعل مضارع معصوب بأن وعلامة نصبه الفتح الظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والجملة الفعلية يتوب في محل نصب خبر عسى التدريب الأول نملأ الفراغات الآتية بما يناسبها تدخل كادة وأخواتها على الجملة الإسمية التي خبرها جملة فعلية تعمل كادة وأخواتها عمل كان وأخواتها ولكن الفرق أن خبر كادة وأخواتها يأتي جملة فعلية أما خبر كان وأخواتها ممكن أن يأتي جملة فعلية أو مفردا أو جملة إسمية أو شبه جملة الفعل عسى فعل غير متصرف يرد بصيغة الماضي التدريب الثاني نعين كاد وأخواتها واسم كل منهما وخبره فيما يأتي قال تعالى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغواه الفعل الناسخ طفقا ورد في الآية الكريمة واسمه ألف الاثنين اسم طفقة وخبر طفقة يخصفان الجملة الفعلية يخصفان كان الأرق يباغتني كعدو متوحش فأوشك أن أصرخ آهن كم أفتقدك وأشتاخك أيها النوم الفعل أوشك هو الفعل الناسخ واسمه ضمير مستتر تقديره أنا وخبره أن أصرخ بدأت الأمطار تتساقط وأخذت الأرض تبتهج بعودة الزائر العزيز بدأت هو الفعل الناسخ والأمطار اسم بدأ وخبره الجملة الفعلية تتساقط وأيضا في نفس الجملة الفعل أخذت اسمه الأرض وخبر أخذت تبتهج عسى الله أن يفتح أبوابا قد أغلقت الفعل الناسخ عسى اسمه الله خبره أن يفتح التدريب الثالث نوظف الأفعال الآتية في جمل مفيدة من إنشائنا بحيث تكون ناقصة مرة وتامة مرة أخرى ألف شرع أتى ناقصا في الجملة شرعة الرياح تهب مساء أما التام شرع الله لنا الطيبات بمعنى حللة الفعل أخذ أتى ناقص أخذ الطلبة ينفذون مشروعهم الريادي أخذ هنا بمعنى الشروع أو البدء وجاء الفعل أخذ تاما في الجملة أخذ المريض الدواء التدريب الرابع نعرف الكلمات المخطوط تحتها فيما يأتي ألف شرع الطلاب ويعدون فعاليات اليوم المفتوح شرع فعل ماضي ناقص مبني على الفتح الطلاب اسم الشرع مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره يعدون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون ووو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل والجملة الفعلية يعدون في محل نصب خبر شرع قال دعالة يكاد زيتها يضي يكاد فعل مضارع ناقص مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره زيتها زيت اسم يكاد مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره وهو مضاف والها ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه يضي فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والجملة الفعلية يضي في محل نصب خبر يكاد أصدقاء العزاء هيك بنكون نتهينا من شرحنا لليوم بتمنى تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة إذا أنتم مش مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات أيضا بتمنى تشاركوا الفيديو لأكبر عدد ممكن ولجميع أصدقائكو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي حابب يدعم القناة احنا فعلنا ميزة الباتريون فكافة التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناة موجودة في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تطلعوا على الروابط اللي موجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيتكو كثير في الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى لقاء جديد اشتركوا في القناة